موسيقى أدى نقص المخزون الجوفي لحوض الجاش إلى مشكلة كبيرة فيما يتعلق بنقص مياه الشرب بمدينة كسلة وري المشاريع الزراعية التي تعتمد بشكل أساس على منصوب ومخزون النهر الموسمي هذا الواقع دفع حكومة الولاية لتشكيل مجلس لإدارة الموارد المائية وبدأ المجلس عمله في رسم سياسات الوضع المائي وتنسيق الجهود مع الأجسام الأخرى المستخدمة للمياه وأقام المجلس ورشتا لتقييم تجارب الآخرين والاستفادة منها في وضع خطته الآنية والمستقبلية لقضية المياه بالولاية تؤجه مدينة كسلة تحديا كبيرا فيما يتعلق بنقص المياه سواء كان ذلك على مستوى مياه الشرب أو ري المشاريع الزراعية وذلك من واقع نقص المخزون الجوفي لنهر القعش والذي تأثر بشكل ملحوظ بالتغيرات المناخية وتوسع النشاط الزراعي في عالي النهر بدت المستوى المياه الجوفية ينخفض بذلل أنه كثير من أعبار مياه الشرب خرجت من الخدمة أو جفت وتأثرت كثير من الأحياء بغلة مياه الشرب كذلك المشاريع الزراعية في مناطق قرب كسلة وفي مناطق تكروف وشمال الدلتا جفت كثير من المشاريع الزراعية وكثير من الأشجار البستانية ماتت والآن بدأ تحويل تغيير غرض المشاريع البستانية لمشاريع السكنية حكومة الولاية وإيمانا منها بأهمية هذه القضية بعد أنشأت مجلسا لإدارة الموارد المائية لوضع الخطط وتنسيق جهود الجهات المستخدمة للمياه هذا المجلس من مهامه والأساسية أن يقوم بالعمل التنسيقي بين الجهات المختلفة المستخدمة للموارد المائية وإيجاد السياسات والاستراتيجيات اللازمة لتطبيقها بالطريقة المسلى لاستدامة المياه نعوّل عليه كثير جدا جدا لأهمية المياه في هذه الولاية وكما نعلم جيدا بأن نحوض القائشة الجوفي من الأحواض ذات الإمكانيات المحدودة أو ذات الموارد المحدودة لذلك يحتاج إلى إدارة محكمة مجلس الموارد المائي الجديد ولرسم سياساته حاول الاستفادة من تيار بعدد من المنظمات والتي أسست بنية تحتية لمصادر المياه بعدد من المحليات تم الاعتماد على منحج الأحواض وخلال فترة الثلاثة السنوات المرض من عمر المشروع تم إنجاز دراسات حيدرولوجية لعدة خمسة أحواض كذلك تم وضع خطط لثلاث أحواض وتم خلال هذه الفترة أدد من العنشطة متعلقة بالمياه من مشاريع حصاد المياه المنهجية قايمة على حاجة أساسية جدا وهي حساب كميات المياه الموجودة في المنطقة وحساب حساب total population أو كمية المواطنين الموجودين حساب كمية الحيوانات وحساب المناطق الزراعية وبالضرورة الخطة بتاعت الحوض غايمة على ما لدينا كم في المواجهة المتوفر والحوجة كم خالد بشير الشروق ولاية كسلا موسيقى